دايتيفرحية تعتبر من أكبر البحيرة في المنطقة التي تقدر حاليا المساحة التي توجد فيها لـ 250 هكتار هي منطقة مزيانة مبعدة على إفران 21 كيلومتر تعتبر من مناطق الرطبة ومنطقة مهمة ولكن الإشكالية هي غياب البنيات، غياب الطرقات، غياب المستوصفات القروية، غياب دور الشباب ما يتعلق بجميع المتنفسة وما يتعلق في العيش الكريم للساكنة تغيب في هذه المنطقة هذه رغم جمالية المنطقة، رغم القرب للمجموعة من المركز الحضرية ولكن تعتبر عزلة كبيرة من طبيعة الحال كتوجد سكنة مهمة، كتوجد أنشطة في الأحياء ولكن هذا الذي يحلع لها لأنها ستكون هذه المعاناة، وهذه العزلة، وهذه غياب البنيات ستكون دائماً خارج الـ 200 وكتبقى خارج الاهتمام للمسؤولين ما يتعلق بالتعليم لأنه فقط التعليم البتدائي، من بعد التعليم البتدائي يقطع تلميذ كيلومترات ستاولس بعض الكيلومتر، سيقنق المدراسي، سيقنق 21 أو 24 كيلومتر سيصل إلى الكوليج لأنه لا يوجد تشخيص المناطق من بعد سيكون قريباً لجميع الساكنة في المنطقة، لهذا وبالخصوص أن المنطقة فيها البعد سيكون مسألة، وخاصة في الوقت التساقط التولوجين، أن المنطقة تعرف تساقطات الجهة مهمة، تتنعزل على المنطقة ما يتعلق بالصحة، سيكون المركز الصحية تتبهد بـ 20 أو 24 كيلومتر، غياب الإسعافات، غياب الإهتمامات لأنه خاصة في تساقطة المطارية تتعرض للإطلاف هذه الطرق، هناك أسعاب الأمور خاصة ما يتعلق بولادة المرأة، لأنه هناك نقص جانب الصحي في هذه المنطقة تتمسو من جميع الجهات، سوى المحلية، سوى الإقليمية، سوى الوطنية، سوى الجهوية، أنها ستتعيد النظر وأنها ستحاول تعطي واحدة اتمام وهذه المناطق بعتبارها هي مناطق متنفس، هي مناطق التي توجد فيها سكنة مهمة، هي مناطق التي يقصدها الزوار لا على المستوى الوطني، لا على المستوى الدولي اشتركوا في القناة